أعلن عدد من لجان المقاومة في السودان عن تسعيد مفتوح للتنديد بمقتل متظاهرين خلال مظاهرات سابقة من جانب آخر قالت لجنة أطباء السودان المركزية إن مجمل الإصابات في مظاهرات الاثنين الماضي بلغ 169 إصابة 32 منها بالرصاصي الحي وشهدت العاصمة الخرطوم اليوم خروج آلاف المتظاهرين المؤيدين للمؤسسة العسكرية بالبلاد ضد مبادرة الأمم المتحدة الأخيرة لحل الأزمة السياسية